مجلس الشورى وخلال الجسة قد أقر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق حيث يهدف المرسوم إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة والتنافسية كما وفق المجلس على المرسوم بقانون في شأن الأوسمة الذي يهدف إلى استحداث وسام جديد يسمى وسام القوة يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 76 في شأن الأوسمة ويكون ترتيبه بعد وسام حوار على أن يتألف وسام القوة من درجة واحدة ويتم منحه لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين مرسوم التوثيق وصل إلى مجلس الشورى في وقت الإجازة التشريعية عرض على مجلس الشورى وحصل على الأغلبية لما له أهداف من هذا المشروع بحيث أنه يقلل الفترة الزمنية التي فيها الانتظار للتوثيق ويتم تعيين كاتب العدل ضمن مواصفات وشروط معينة وهذا طبعا مشروع مهم جدا في المرحلة الحالية وتتوافق مع الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين هذا المرسوم الذي أقرر اليوم بالنسبة إلى الأوسمة والذي أتانى من جلالة الملك بمرسوم قانون أنه دفع قوية لتقييم هؤلاء الأبطال من قوة الدفاع الذين يدافعون عن ثغور الوطن سواء كانت بحرية أو جوية أو أرضية والذين ساهموا في كثير من المعارك للأمن والأمان في خليجنا العربي ومملكتنا الحبيبة